أن تتحول براميل النفط من قوة شعب يكابد الأزمات إلى ثروات مليارية للمسؤولين أمر قد يحدث في أي حكم طارئ كالذي في العراق لكن أن يكون الفساد سلسلة مستمرة تسلمها حكومة منقضية إلى حكومة متلقية لن تجد هذا إلا في عراق ما بعد الاحتلال أنموذج المنطقة بالديمقراطية كما وعدت به أمريكا ولأن الفساد منظومة متكاملة تبدأ برأس الهرم ثم ما يليه مثلت المناصب في العراق فرصة ربحية للأحزاب ومنطلق ثروة لأصحابها حتى الرمق الأخير في المنصب وكأن اللص يجمع قبل المغادرة كل المسروقات النائب فائق الشيخ علي كشف عن قيام وزراء بحكومة العبادي بتوقيع عقود بعمولات تتجاوز ملايين الدولارات قبل مغادرتهم وزارتهم مطالبا بإلغاء تلك الصفقات باعتبارها باطلة لسيما وأنها تبرم خلال هذه الأيام مهددا بملاحقة أولئك الوزراء قانونيا وقضائيا رابطة الشفافية في العراق قالت إن وزراء صفقات الفساد كانوا في حالة من الهيستيريا وهم يلهثون لتمرير تلك العقود مؤكدة أن تلك العقود ينبغي أن تلغى وتفحص وتدقق لمعرفة العمولات التي حصل عليها الوزراء في الخفاء وتمريرها من دون حساب تعد واحدة من أكبر عمليات الفساد في العراق سيظل الحديث عنها قائما لسنوات يأتي هذا بالتزامن مع كشف آخر وبالوثائق الحكومية عن صرف وزيرة الصحة عديل حمود 45 مليار دينار كمكافآت وحوافز لأشخاص من خارج الوزارة وشراء تجهيزات عسكرية لحمايتها مصدر في مكتب المفتش العام للوزارة قال إن لجنة تشكلت للتحقيق في الموضوع إلا أن الوزيرة أوقفت اللجنة عن العمل بمساعدة المفتش العام ثم شرعت منقل أعضائها لعرقلة التحقيق والتستر على المتورطين مؤكدا أن تلك المبالغ تأخذ كإيرادات من المواطنين في الأجنحة الخاصة بالمستشفيات ما يفسر شح الأدوية والخدمات في المؤسسات الصحية الحكومية وكل هذا وما سبقه في حكومة العباد وما قبلها يبقى طي صفقات التستر ويبقى المسؤول بمنصبه يزيد ثروة ونفوذا في الدولة يسأل سائل من هناك أين الدولة؟ ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر